موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام في حلقة يديدا برنامج نافذة اللي نفتح من خلالها نافذة من الطاقة الإيجابية والسعادة حياكم الله وإينا وإنما كنتوا مساكم الله بالخير سعيد مساكم الله بالنور والسرور وكذلك مشاهدين الكرام وإنما كانوا حنا وإياكم دائما نطلع عليكم يا عيشة من خلال هذه النافذة التي تدتيكم من ضمن برامج قناة الشرقية من كلبة ومساك سعيد يا عيشة أكيد وكالعادة برنامج نافذة يبث إن شاء الله أو نحاول قد ما نقدر أن نبث السعادة في نفوس مشاهدينه من خلال الفقرات والنوافذ المختلفة يعني اليوم نتناول موضوع التسامح هذا بحد ذاته سعادة وأيضا إلى جانب الرسامين وغيرها من المواضيع والأخبار وإن شاء الله تستمتعون وإينا طوال الساعة اللي بترافقون فيها دائما حنا ومشاهدين الكرام من خلال هذه الزوايا ومن خلال هذه النوافذة عيشة دائما ما نستمتع حنا نتحدث معكم بكامل العفوية وبكامل إرادتنا نحو تحقيق هدف اللي هو إسعاد المشاهد الكريم من خلال هذا البرنامج وطبعا زي ما قال خبرتكم عيشة أن عندنا نوافذ متعددة لعل الطريق فيها يسير نحو ما يتعلق بالدراما وما يتعلق بالفنون يا عيشة صحيح نحو في بداية كل حلقة وبداية كل فقرة أنا وسعيد دائما ندردش في موضوع معين سعيد أنا اليوم ما دريت هالفكرة أو هذا السؤال ببالي أنا ما أعرفها أتخيل أنت رايح البيت والمسافة طويلة بين دوامك والبيت أول ما وصلت البيت خلاص منهاك أو تعبان اكتشفت أن موبايلك أو هاتفك النقال في الدوام شو بتسوي؟ والله موقف صائب صراحة كل أعمالنا الآن وكل أشياء اللي مرتبطة بحياتنا هي مربوطة بالموبايل يعني الأرقام السرية مربوطة بالموبايل بعض التواصل مع الآخرين مربوط كذلك بجهازنا النقال كل حياتنا مرتبطة أنا صراحة ما وقعت بهذا الإشكال لكن أذكر مرة من المرات يعني في سفر فكنت من مدينة إلى مدينة ونسيت الجهاز النقال كان بالفندق ويعني أصابني ذعور ما عرفت شون أتصل على الفندق وقول لا تربي فيه جهاز النقال تلقى تحت السرير وخذها وخلها عندك يعني إن قطعت من كل حد تطبيق الجوال الذي يوصلك إلى المنطقة التي تريد أن ترجع لها ما عندك أي استطاعة هذا الموقف بالفعل يعني أعرفت فيه قيمة الجهاز النقال فتحس أن لو صار لك مثل هذا الموقف ممكن ترد مرة ثانية للدوام وخاصة إذا كان دوامك مثلا يبعد مسافة طويلة ساعة أو ساعة ونصف فتحس أنه ممكن أنه ترجع؟ والله الحمد لله أننا دوامنا يعني قريب من بيتنا لكن أفرض مثلا صار لك مثلا أو نسيت موبايلك في محل تجاري مثلا أو غيرها ممكن أنه ترد؟ والله على حسب المدير الذي يكون متفهم لأنه يعني مسألة أنك تنسل الجهاز النقال أعتقد أعتقد عند بعض المسؤولين أو بعض الذين يديرون أعمالك بالإمكان أنهم يتعذرون يقول لك أرجع خذ جهازك للنقال وتعال بسلامة الله بس أنت صار لك هالموقف يا عايشي؟ لا أنا للحيب ما صرت أنه مثلا أوصار لي لا ولو صار لي في الدوام بيكون شيء وايد هاي لأن الحمد لله نحن دوامنا 24 ساعة يعني موجودين ما شاء الله لأنه نظام الشبتات وغيرها ودوام قريب البيت فأبي بأخذ موبايلي وبرجع لكن المصيبة أنا تخيلت إذا مثلا رحت إمارة ثانية أو نسيت الموبايل في محل تجاري في إمارة ثانية أنا أحس أنه عادي أحزن ما أعرف شو أسوي تعرف لأنه نحن دائما نلعب بالموبايل أو ندردش بالموبايل لما نكون فاضين وخاصة أنه نحن نكون في البيت فأحس أنه عادي يصيبنا نوع من الملل لحد ما نروح وني بالموبايل من إمارة أخرى أو من محل التجاري اللي يبعد مسافة طويلة أنا جاني الآن اختراع كذا يعني نربي في أنفسنا ونحاول يعني نسلك السلوك الإيجابي تاخذ موبايل ثاني هل نقدر يوم من الأيام بالفعل نستغلي عن أجهزتنا النقالة؟ يعني مرات الإشكال مش للحاجة الإشكال في شيء غير الحاجة صح يعني يمكن تقول أنا والله بالفعل محتاج للجهاز النقال لكن هي عبارة عن سلوك اعتدت علينا دائما نقال جهاز النقال يكون بجيبك يكون في يدك فهين هنا هل جربت يوم من الأيام امتنعت عن جهازك النقال واستخدامه؟ شوف أنا أحس أنه ممكن أن نستخدم مثلا أو ما نستخدم الهاتف النقال يعني نحن لما نسافر مثلا بلد آخر أنتم تقريبا يوم أو يومين لحد ما نأخذ الشريحة والإنترنت الخاص فيهم فعادي نعيش حياتنا والروح ونتمشى يعني نقدر نستغنى لكن نحن سبحان الله حاطين ببالنا أننا لا نستخدم نعيش بدون خاصة وصائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف النقالة لكن في الأخير إذا مثل ما ذكرت إلا للمكالمات الضرورية أحسن أن نحن نقدر نعيش بدون مثلا هاتف نقال والله يا عيشة أعتقد الآن لو المشاهد فاقد جهازها النقال ومن خلال هذا الجهاز النقال بإمكان أنه يشاهد برنامج نافذة وغيرها من البرامج من خلال منصات حساب قناة الشرقية من كلبة وبالتحديد من عبر منصة اليوتيوب بإمكانك أنك تشاهد مباشرة ولذلك نحن الآن مضطرين للانتقال إلى هذا الإرشيف يا عيشة ورؤية شيء من الزمان وشيء من السابق إن شاء الله بلالة تعالى جاء فريق العمل المجهزين لنا هذا التقرير خلنا نشوف الآن مع المشاهدين ونرد لكم مرة ثانية يا مرحبا بكم ارقية وشقيقتها سبيتشة بيسافرون اليوم فرنسا واعتقد ان فرصتك الذهبية اللي كنت الطرق من زمان موجودة عندي في درج المكتب اكيد احيالها انا جميل جميل اذا قلت كلمة يا ابو عثمان ما تراجع عنه كلمتي مسمار بلوح انا شد انك مسمار شكرا شكرا يا لوح لا حفن حفن حده لا تزعل تراتق اشمر معاك انا يا جميل ما زعل منك اللي زعلني شي واحد بس الفرصة هادي لا تطير مني ديني لا 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 بشير بالخير بشير بالخير المهم اذياب شفيه بيسافر معاهم لا عيال اكيد بيكعد لنا هني على جبنا وبطيق لنا جوبي لا لا تخاف انا مزهب كل شي بدون المذياب هذي خطة خطة انا مسويها كن مطمئنن بالطوف خطتي على ذياب وعلى اللي اكبر من ذياب وتمر مرورا الكرامي من غير ما يحس فيها كفو كفو عليك يا سبع شكرا بس المهم بتزحب الأوراق اللي اتفقنا عليها يا حاضر، لو راك موجودة وزاحبة لا 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 لا، مو الحين إذا سلمت لك اللي عندي سلم للي عندي مثل ما شفنا يا عائشة ومشاهدين الكرام من خلال هذه الناثذة الدرامية والله زمن جميل، زمن جميل يا عائشة يعني مسلسل القية وزبيتة من المسلسلات الرائعة في الحقيقة واللي بالفعل لما نشوفها للآن نحس أنها بفرحة وسعادة فأكيد من هذه نقدر نقول المسلسلات اللي ما تنتهي يعني ما لها وقت محدد ممكن أنها تنتهي للآن نحن نشوفها وللآن أيضا قراءة الشرقية من كلباء الجميل أيضا فيها أنه حولت هذه الصيغة إلى HD وصارت تعرضها عبر شاشتنا عشان ممكن اللي يحبون لمثل هذه المسلسلات أنهم يتابعونها وخاصة الأفلام أو المسلسلات الكرتونية صحيح طبعا ممكن البعض الآن يتخيل من الكاتب لهذا المسلسل لحنا دائما نذكر سعاد عبد الله ونذكر حياة الفهد ونذكر علي المفيدي ونذكر كذلك ابو عثمان اللي كشفته الآن من خلال هذه الشاشة وكذلك غانم الصالح ليمثل دور ذياب بن ذيب هذه الشخص الدرامية والكاركترات الجميلة اللي حضرت مبارك الحشاش هو مؤلف هذا المسلسل وهو كان ممثل ثم نتوقف عن التمثيل لأنه دائما بعض المسلسلات وبعض الوجهات الإعلامية قد تظلم كاتب هذا المسلسل هذا طبعا من الكتاب المبدعين هو أعتقد أنه توفى في عام 2018 فارق الحياة بسبب يعني وعكة صحية أسأل الله أن يرحمه ويرحم كذلك من بقي من هؤلاء الفنانين اللي قاعدين متعون رب الله يخليهم إن شاء الله الموجودين وما زلنا أكيد في النافذة الفنية ونافذة زمن الطيبين شاهدنا سعيد ومشاهدين الباحة في أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الشاعر الإماراتي عمراب السلطان بن مرداس الشامسي عن عمر ناهز 99 عام وهو يعتبر من أواء الأشعراء الذين انطلقت قصائدهم في فضاء الإذاعات المحلية وركزوا بالأخص على الشعر النبطي يعني في ذاك الوقت حتى الشاعر عمران كانت لها الكثير من الأشعار وخاصة للإذاعات فكانوا من أشعراء المخضرمين والله يرحمه يعني هذا ما نحب دائما في برنامجنا أننا نحن نتكلم عن مثل هذه الأخبار لكن بما أننا نتكلمنا عن زمن الطيبين فلابد من ذكر هؤلاء الأبطال أو الأشخاص الذين كرسوا وقتهم وجهدهم في مثل هذه الأمور سواء كانت الشعرية أو الفنية أو غيرها كذلك من الأشياء التي تذكر بوشهاب الأديب الراحل كذلك لما ذكر في كتابه أشياء من الماضي ذكر لقرابة الأكثر من ستمائة قصيدة لستين من الشعراء الإماراتيين وكان من بينهم شاعرنا المتوفى رحمة الله عليه عمران الشامسي ورحمة الله طبعا على الشعراء كلهم اللي دائما ما يعني يمتعوننا بمثل هذه الكلمات ومثل هذا الشعر النبطي الأصيب أكيد والحين بعد هذه الأخبار سعيد نروح لأخبار مواقع التواصل الاجتماعي يعني دائما نحن في كل حلقة أو في كل فقرة أو أول فقرة نبدأها من أخبار التواصل الاجتماعي وأول خبر عندي من حساب برق الإمارات محمد بن حم العامري أفضل شخصية ثقافية عربية في 2019 اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب وممثل جامعة الدول العربية يختارون الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب أمين عام منظمة إمسام في الأمم المتحدة الشخصية الثقافية على مستوى الوطن العربي لعام 2019 لدوره الرائد والفعلي في خدمة الثقافة والمعرفة على المستوى الإماراتي والعربي والدولي حيث يمنح هذا اللقب للشخصيات المؤثرة على المستوى العربي وذات البصمة المتميزة طبعا مثل ما نعرف أنه لقب بهذا اللقب من قبل اتحاد العرب للشخصيات المؤثرة على مستوى الوطن العربي له الكثير من الأدوار المؤثرة في الحقيقة وخاصة إصدارها في الوقت تقريبا من فترة كصيرة كتاب دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق إلى التميز يعني لهذا الكاتب أكيد دور كبير في نشر الثقافة والمعرفة في دولة الإمارات والخليج والوطن العربي بشكل عام صراحة نطلعت على هذا الكتاب جميل جدا وفيه بعض القصص المتعلقة بالتنمية وهو يؤكد ما تقول إليها أو ما تتوجه لها القيادة الرشيدة من التوجه إلى غير الجانب النفطي لكن الشي الجميل أنه أعتقد في حسابات الدكتور العامري كان فيه فرحة لسباق الهجن وأعتقد أنه يملك لأحد المشاركة ضمن المهرجان الهجن وكان التعليق الجميل والفرحة التي تقول روحت الطيارة روحت الطيارة روحت الطيارة إذانا بفوز الإبل اللي يملكها الدكتور العامري نعم فأكيد هذا أندل يدل على القرب مثلا من الجمهور أو حتى تحسن نوع من الألفة يعني مثل هذه العبارات هذه الأشياء يعني فأكيد يعطيهم العافية على هذه الجهود من قبل الشيخ الدكتور محمد العامري من هذا الخبر اللي فيها اعتزازي لخبر آخر من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي من حساب شبكة أبوظبي الإخبارية وزراء يشاركون في أنشطة تطوعية مصاحبة للأولمبيات الخاص تزامن مع الأولمبيات الخاصة لألعاب العالمية لعام 2019 والتي ستنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الرابع عشر حتى الواحد وعشرين من شهر مارس لعام 2019 يشارك عدد من معالي الوزراء في حكومة الإمارات في عدد من الأنشطة التطوعية المصاحبة لهذه الأولمبيات فأكيد هذه أيضا فرصة للأشخاص اللي حابلين أنهم يشاهدون مثل هذه الأولمبيات في الأخير هذه طبعا الأنشطة الرياضية كان بالأمس نتكلم عن معالي وزير العدل كان مشارك في مثل هذه الأنشطة التي تعتبر من ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعكس صورة للمجتمع والشعب اهتمام القيادة بمثل هذه المناشطة الرياضية نظرا لذيء الوقت خلنا نأخذ الأخبار الأخرى وخبرنا التالي مشاهدين من شبكة أبوظبي الإخبارية اليوم التربية تفتح باب انتقال الطلبة بالمدارس الحكومية أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الانتقال لطلب المواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية بدءا من اليوم وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر انتهاءه في 28 من شهر مارس إذ اعتمدت آليات الانتقال وشروطه لجميع الفئات الطلابية وبإمكان أي شخص أنه مثلا تكون أي مدرسة قريبة من بيته وحاب أن ينقل الطفلة في المدارس الحكومية بإمكانه نقل هذا الطفل والتسجيله لأن التسجيل بدأ ولغاية 28 من شهر أو من هذا الشهر فالفرصة أمامكم نتمنى التوفيق طبعا للجميع ومثل ما قالت عايشة قد تكون الأخبار الآن على وطيرة سريعة مثل ما تعودنا دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تعني بالتوفيق وسرعة وصول الأخبار ونتمنى التوفيق طبعا لطلابنا وهذه الرسالة إلى أولياء الأمور الآن قربت الإجازة وبالتأكيد مثل هذه الإجازة يا عايشة لأبنائك وأبناء كذلك كل المشاهدين اللي تابعونا الآن من خلال هذا البرنامج يحرصون على استغلال مثل الأوقات اللي اعتقد أنها عشر أيام أو أسبوعين أسبوعين تقريبا حسبتها ما شاء الله باليوم وانا بحسب إن شاء الله نتقل يا هذه اللي جازة نحن كأولياء أمور يعني ننتقل الآن الخبر من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر مشاهدينا الكرام من حساب مصدر للأخبار وقف شقيقان من الكويت أمام المحكمة في مشهد يثير الإعجاب والفخر بهذه التربية الحسنة حيث أراد كل منهما أن يحظى ببر والدته البالغة من العمر تسع وثمانين عاما ليستضيفها بمنزله حيث أكد الإبن الأصغر للقاضي بأن الأولى في تربية والدته بأنه هو الأولى في تربية والدته بينما قاطعه الأخ الأكبر أمام القاضي وقال له أنه أكبر سنا وله الحق في الرعاية الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مثال للتربية الحسنة وبر للوالدين وطبعا البعض يا عايشة قد يقولون أنه مثل هذه تعتبر يعني سلوك سلبي المفترض أنه ما يصل إلى المحاكم ولو كانت النية طيبة والنية والهدف إلى أمر طيب نحن لا نعرف ما نيتهم في الأخير لكن مدام أنهم يعني كل واحد حاب أن أمه تكون معه فهذه بالعكس يدل على التربية الحسنة وإن شاء الله يكونون قدوة للمشاهدين أو يشوفون هذه وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ويد نسبع مثلا أنه مشاكل بالأخص مثل والدين وغيرها ففي مثل هذه الأمور ممكن أيضا يكونونها أو هذه القصة تكون قدوة للمشاهدين وإن شاء الله أنه كل حد منه يحب أنه يكون الوالدين أو الأب أو الأم يكونون معه فما أحس أنه ممكن أن يكونون شايسة الله يحبون يا رب نعم ومن نفس الحساب مشاهدينا أمطار محتملة من الخميس إلى الأثنين على مناطق الدولة ممكن هذا الخبر يعني يفرحنا نحن ككل وأنا أنتظره الوطني للأرصاد الجوية يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بامتداد منخفض جوي علوي يعمل على تدفق السحب ليلة غد الخميس وبعد غد الجمعة من الغرب باتجاه الدولة خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية ليكون غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا وأضاف أن كميات السحب ستقل يوم السبت المقبل لتزداد مرة أخرى مع سقوط الأمطار مساء الأحد المقبل وتستمر ليوم الأثنين يعني المشاهدين حطوا جدولكم من يوم اليوم إن شاء الله الجو بيكون حلو وأمطار إن شاء الله بتكون في المنطقة الشرقية وهذه دعوة للمشاهدين أنهم يزورون المنطقة الشرقية ويستمتعون بأجمل المناطق والأماكن السياحية الموجودة فيها طبعا مثل هذه الأخبار هي الهدف منها أخذ الحيطة والحذر والحمد لله إحنا في أجواء المنطقة الشرقية وفي كلبة وتحديدا اليوم يعني تقريبا درجة الحرارة بك توصل إلى 26 العظمى و19 الصغرى وأنا متابع أصبحت متابع لمثل هذه الأخبار يا عايشة بعد ما صارت مواقع التواصل وبعد ما صارت النافذة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما أتطرق لها في الحديث عن هذه الأجوار أنا دائما خاصة في فصلشته يعني فيني طبع ما أدري في فصلشته شوف درجات الحرارة ومتى بطيح المطر وخاصة عندي الابليكيشن تبع الطقس لكن مني يصيف خلاص ما أشوف درجات الحرارة لأن أعرف أنه درجة وحدة وإنما تقرأ ما تفرق وإذا قريت ما تفرق فإن شاء الله تكون أجواء جميلة إن شاء الله نقول دائما خذ وخل من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وهذا العنوان لأحدى المسلسلات للكاتب اللي كنا نتكلم عنه مبارك الحشاش طبعا هذا أحد أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وهو حساب مصدر للأخبار أكد مركز فضل منازعات الإيجارية أنه يحضر قطع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه من قبل مالك العقار واعتبرها جريم ما يعاقب عليها القانون لما يترتب عليها من أضرار تصل إلى حد الضرر الجسماني ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وغرام قيمتها ثلاث آلاف درهم أو كلتا العقوبتين لمن يقوم بهذا السلوك يعني أعتقد مثل هذه القوانين ومثل هذه الإجراءات قد تحد من انتشار يعيشة مثل هذه السلوكيات اللي قد تكون موجودة بين المستعجر وبين المالك يعني مالك العقار مستحيل مشاهدين أن يقطع الكهرباء والمياه ممكن أيضا الكهرباء والماء على المنزل فأي شخص ممكن يواجه مثل هذا الظلم بإمكان أن يلجأ للقضاء أو حتى الجهات المختصة وآخر خبر مشاهدين عندنا السفر يعالج عدة مشاكل الصحية يعد السفر من العلاجات البديلة والفعالة إذ لا تقتصر فوائده على الترفيه وتخفيف التوتر وضغوط العمل فقط بل له فوائد صحية هامة تعود على الجسم وذلك حسب ما نشرته مجلة فريد الألمانية وقالت المجلة أن السفر يقوم بتقويت مناعة الجسم عن طريق التعرض لبكتيريا مختلفة ومحاربتها كما يحفز الدماغ ويدربه على التفكير والمرونة فضلا على أنه يخفض التوتر ويخفض من الاكتئاب كما يحسن المزاج ويفيد بتقليل من خطر الإصابة بأزمة قلبية وأنا مع هذا الخبر مئة بالمئة أشوفك أسعيد أنت رح أنت تقولين أنا معك مئة بالمئة الشيء اللي تبينا عايشة تقولين مئة بالمئة والشيء اللي ما تبينا تقولين صفر بالمئة لكن التعليق اللي أعتقد أنه قرأنا في سابق الأيام يا عايشة ومشاهدين أمكنني يتعرفون على هذا الشيء أنه كذلك السفر بالطائرة أو السفر ببعض الوسائل النقل مثل الطائرة وغيرها كذلك فيها أضرار يعني مترتبة على البدن على سبيل المثال يا عايشة لا تذكر الأضرار عادة أنت تذكر في فوائد الحيد الحلولة أنت تذكر اللي كنت مخدتها أشجع المسافرين على السفر وإنت أضرار الطائرة تذكرين التذكرة التي قلت تحصرين عليها من خلال حذف الصور من خلال موقع الإستجرام في إحدى الحلقات بثينا مثل الخبر وقالت عايشة بتوجه إلى منصة الإستجرام وأحذف الصور عشان أحصل على التذكرة حصلت على التذكرة؟ لا بس شركتنا للهيئة للحيب ما أعطت نهيه كانت في أحد الشركات صحيح أو الهيئات لكن يعني صدق يعني شو قالوا؟ قالوا أن أحذف الصور وحطوا صور ترويجية صحيح والفائز بفوز على تذكرة خبر كان بالفعل إعلان ذكي يعني أنا بمكان أني أحذف صوري وأحط صور ترويجية للهيئة أو المنظمة بعد ما أحصل تذكرة السفر ممكن أني أحذف هذه الصور وأرد لصوري فهذه من ضمن الذكاء يعني أو من الأمور الذكية سعيد ومن الذكاء أيضا معرفة أضرار السفر يا عايشة أنا صراحة لا أريد أن أكون كئيب على المشاهدين لكن من الأشياء التي سمعتها عايشة وممكن المشاهد يكون معنا تخيلي أنك تفقد 30% من حاسة التذوق لأنه أنت مسافر عن طريق الطائرة لأن الهوى جاف يكون وضغط الجو يكون عالي فبالتالي حاسة التذوق تكون عندك تفقدها من أضرارها السفر والكآبة يعني كلمرة 30% وغيرت رأيها عايشة للسفر لا 30% تفقد من حاسة التذوق أثناء السفر أثناء السفر بغاية يعني أسبوع من الأسبوع ليس بمشكلة ليس بمستانس أخلوا الفاصل معلن أخلوا نأخذ الضر الثاني أنت الآن موافقة على أنك تسافرين وأنا قاعد أحاول أن أخلي عايشة تهون عن السفر خصوصاً في الإجازة القادمة ما الأضرار بعد لقد تكون من السفر يا عايشة موضوع فقد السم يعني يقولون قوة الصوت في لحظة السفر يا عايشة قرابة 111 ديسبل هذه قوة الصوت قد تفقدك السم الأضرار أخرى يا عايشة وأنا أقول لك هوني عن السفر الإجازة القادمة ما أسمع أنا من الأضرار التي يقولوهم بعد الصداع التي قد ينتج عنك بسبب اختلال الضغط الجوي كثير من الأضرار الموجودة وأنا أقول لك هوني يا عايشة ويمكن أنا وياك الآن ندردش على موضوع السفر إجاباً وسلباً لكن خلونا مشاهدين ننتقل إلى هذا لازم نظهر الفاصل أبي أسمع مني خلو نسمع عايشة تقول قبل ممكن حاسة التدوق أفتقدها خلال فترة الرحلة التي ممكن تكون 6 إلى 7 ساعات ليس بمشكلة بستانس طوال شهر أو 3 أسابيع وأيضاً مثل ما ذكرت شو قلت الأذن ليس بمشكلة خلونا نفقد وخاصة خلال الرحلة لكن في الأخير الواحد يقوي ذاكرته يرفع عن عمره يرتاح يسترخي هذا له فوائد كثيرة يعني ويمكن أنه يطول بعمري تسمحيلي ردي بسيط قبل ما أطلع الهواء من الأضرار التي قد تكون موجودة من السفر والله أنا قرأت هذا التحليل أنه يقولون قد تصاب براحة فم كريهة بسبب البكتيريا اللي تنمو على المجال هذا يعتمد على العناية الصحية الفموية مشاهدينا فاصل كثيراً نجاقلكم يا أنا يا مرحباكم مشاهدينا ورجعنا لكم بعد هذه الوقفة القصيرة وقبل الفاصل كنتناقش أنا وسعيد عن اللي هي إيجابيات السفر طبعاً سعيد شكله طول اليوم بدل ما يحضر على إيجابيات السفر ياسي بس كاتب في جوجل سلبيات السفر في الطائرة أو سلفيات السفر هو كاتب على فكرة سبع سلبيات لكن نظراً لضيق الوقت ما مدال يمكن ذكرت ثلاثة سعيد صح؟ ذكرت أربعة أربعة لكن الخامسة حكت الجيب الزئلهي الواحد يخسر ممكن صحيح والله لأن بعضهم يأخذ قروض ويتعامل مع بطائق الفيزا والسبب في هالشيء لأنها قد يكون عندها نوع من الأفراد أكيد ضيفنا الحين يمكن أن يدخل معنا بس في البداية ممكن أن نرحب فيه ونرحب فيه الفنان محمد أحمد مداح رسام بورتري اليوم بيكلمنا عن الفن التشكيلي وخاصة فن البورتري مساك الله بالخير ومساك السفر مع سعيد محمد مع سعيد وأضراره والسفر والله هو موضوع السفر أنا أرى فيه فوائد أكتر بأمان لأنه رسام على فكرة يبال أولا هذا واحد من المتحملين عليك أنا لا أبقى متفرقة بينياتكم كلكم عليك كلكم بالاستوديو لكن إن شاء الله بذل الله أبوصي إلى قناعتي إن شاء الله على فكرة الفنانين هم دائما محبي التنقل لأنه يختارون أماكن معينة للرسم شخصيات معينة يقول لك أحيانا يسافرون بس عشان لوحة واحدة صحيح؟ ويوصفوا أحيانا بالمزاجية لأنه ليس مزاجية لكن بيختار أماكن مثل ما تفضلت أن تكون ملأمة للحال اللي هو فيها أو للشعور اللي هو بيشعر فيه فبيطلقوا عليه أنه هو مزاجي أو هو ممكن يعني هوائي بنقدر نقول كل ساعة بحال لكن هو مو هيك لا الفنان دائما بيبقى طبعا تجي أمور حالات معينة حالات معينة ينعزل فيها ينعزل فيها ويحب نكون بالضبط تماما تماما وبيحب أحيانا يعني الفنانين تلاقي أحيانا ممكن في الليل يصحى بالليل بدي يرسم فرضا يعني أنا وأنا بتحدث معي كتير يعني ممكن نمت فأصحيت بالليل ممكن الفجر فلازم أن أرسل تنسك الريشة وتبدأ في عملك الفني تماما تحس فيه طاقة لازم تفرغها عندي تفضل هذه الآن ممكن قد تذكر أنه بعض خلنا نقول المردود الذي يجيك من خلال الرسم والعمر الفني لكن خلينا لو نرجع يعني إلى خارج النص ونذكر المشاهدين أو نعرفهم على رسم البرتري الذي أنت متخصص فيه هل فيه فرق بين رسم البرتري وصورة البرتري أو تصوير البرتري يعني هو الرسم كله يقال أنه تصوير يعني فيه التصوير الزيتي فيه التصوير البستيل مختلف الأدوات عن يعني مثلا لو جينا حكينا على موضوع الزيت مختلف الأدوات تماما الألوان كله مختلف اختلاف كله عن البستيل تمام عن الفحم عن الرصاص على منية الأدوات تماما تماما حتى كمان الإيحاء اللي أنت عندما بعد ما تخلص اللوحة البورتريب تبعك لما تشتغلها بالزيت إلى مدلول تاني إلى إحساس آخر يعني بأماني أنا هذا اللي بشوفه أو الغالبية لنا يعني أنا بصحى دائما أنه يكون الزيت له طابع تاني البستيل له حلاوته كمان اللي تنفرد فيها هي وليش اخترت البورتريب الدات؟ البورتريب يعني أنا سبحان الله بحب دائما يعني لما دا شوف أي شخص أو قابل أي حد فالعين هي بالذي بيقولوا إحنا عنا تسبك؟ بالضبط بالضبط فالشعور دائما بيطلع من شعاع العين فالبورتريب أكتر شغلي أكتر أمر أنا ممكن أقدر أعبر فيه عن الحالة لهذا الشخص اللي هو عليها أو الشعور اللي هو كان يشعره في هذه اللحظة فرضا حزين وسعيد إلى آخره مع أنه أصعب شيء وأنا حاسيت أنك أنت مركز على الوجوه من أصعب الرسمات اللي هي رسم الوجوه يعني مثل ما أشوف التجاعد واللغنوز الموجودة هذه الأمور فأحسها من الأمور أيضا الصعبة محمد صح؟ أي أكيد طبعا يعني كلما كان في عنا ديتيلز أكتر أو تفاصيل أكتر في الوجوه التعابير مر شاء الله التجاعد متما تفضلنا صور لرموز يعني مرت الآن على الشاشة الشيخ زايد رحمة الله عليه اللي بتكلم عنه بعد الفقرة عن فقرة التسامة لكن استكمالا للبرترايه لأنت يعني هذه اللوحة كم تأخذ منك وقت في المرحلة؟ الوقت الجهد اللي تأخذ منك التأخذ الجهد التأخذ جهد أكيد وتأخذ وقت يعني كل لوحة لظروفها يعني في لوحة ممكن تأخذ معك يوم في لوحة ممكن تأخذ معك أيام وفي لوحة ممكن تأخذ معك أسابيع فحسب الإحساس اللي هي بتوحي تمام؟ من تجعيد أو من إحاءات هي أعطية فأنت كلما أعطيت اللوحة أكتر كلما هي كمان عكسة اللي أنت حب توصله أكتر وللي حط قلم الرصاص لماذا قلم الرصاص بدات؟ بالنسبة لقلم الرصاص نحن نعمل دايماً الأوتلاين بالقلم الرصاص بعدين ندخل بالألوان البستيل أو بالفحم أو بالزيت يعني بألوان الزيتي فهي الرصاص كمان في ناس بتحب الشغل بالرصاص يعني أنه اللون تابعه المسحة تابعه التاتش تابعه يعني هاي دوق مسألة دوق بالضبط تمام زوقيات تمام لو رجعنا بالزمان نخلف يعني عدنا بس يعني تعريف للمشاهد كيف بدأت جانب رسم البرتريح؟ يمكن من مثل ما قلت لحضرتك أستاذ سعيد يمكن كان عمري عشر سنوات ما شاء الله ولا أنا عمرك ستين يعني خمسين سنة أنا تسعة واربين على فكرة عمري ما شاء الله قلت وعمر على أخير ربي أحفظك هل تذكر أول صورة محمد رسالتها؟ أنا أول صورة بذكرها لأني فعنا استوقفتني آنسي عايشة لأني دخل أستاذ أستاذ اللي حصت الرسم يعني بالفصل كنا كلاتنا فحاطت الإبريق الماء وجنبه الكاسر وكل واحد كل طالب من المكان اللي هو قعد منه يرسم حسب المنظور اللي هو عبي يشوفه فعدي السوري لو طولت شوي بالإمكان بالشرح فعدي الأستاذ شاف يعني بعدما هو بيعدي المقعد رجع اللي عندي يعني أنا حسيت براجعته في يعني استوقفته فقال لي ممتاز تظليل عندك الأبعاد عندك فهل الأكشن اللي عمله نبه فيني شيء أنه أنا داخل محمد أحمد مداح فنان صغير تماما تماما والآن أنت الفنان الكبير الله يحفظك يا ربي خلي ليك فطلعت على الأعدادي وفعنا يعني أنا قاله الفضل كان كبير أنه يهتم فيني فطلعت على الأعدادي كمان يا رب العالمين هيا لي كمان أستاذ مجلو تحية أستاذ رضوان يعني كمان يهتم فيني كتير كتير وحتى بالممكن كنت في الأولى عددي أو تاني عددي أعطاني لوحة أول مرة بدخل على ألوان الزيت ما بعرف شو هي ماهيتها ولا الأدوات ودخلت عليها والحمد لله أخذت جائزة المدينة كل فنان له طقوسة في الرسم طقوس محمد كيف تكون الهدوء دايما أنا دايما يعني بنشد الهدوء دايما يعني ما أحب الأصوات العالية ولا الضوضاء تقول أصوات العالية وتأشر عليّ يا محمد بايا أنت تجرسنا أستاذ سعيد خالي لي يا رب طقوس الطقوس يعني دايما الهدوء أحب الهدوء بصراحة يعني حتى في بيتي ممكن أنا أنعزل أدخلها للغرفة أنا أعود مع نفسي هيك شوي والأولاد والزوجي قاعدين بالرغس أنا ممكن إلي جانبي خاص أيوة بعدين ممكن أرجع يعني أشارك بالحياة اليومية لكن لازم أخذ جنب يقولون أن دايما ممكن عايشة توافقنا على هذا الشيء دائما الفنان مخرجاته إذا ما كانت فيها معارض تخرج مثل هذه الفنون اللي أنت قاعد تتلقفها وتقدمها للمجتمع ولمتذوقين مشاركاتك في المعارض أو دعونا نقول الفنانين دائما ما يشتكون من إقامة المعارض سواء الفردية أو الجماعية تعليقك على هذا الموضوع بيني وبينك أستاذ سعيد الموضوع المعارض أول شيء بده تجهيز وبده فترة زمنية لتشتغل فيه فأحيانا الظروف ما بتواتيك لأنه أنت تهيئ نفسك لأسباب كثيرة ما في داعي نذكرها فتلاقي فنانين مهتمين في هذا الموضوع وعندهم المساحة لأنه يعملوا معارض واوة وفيه فنانين تانين ما أسعفتهم الظروف لأنه يعمل معارض فأنا للأسف من هدول الفنانين أعتقد اليوم كان معرض على الهواء مباشرة يعني عرض بعض اللوح الفنية ونعتقد أنه في جعبتك الشي الكثير من هذه اللوح صراحة نحن أنتهى وقت الفقرة المخصصة لهذا الفن فن البورتري شاكرين لك فنان محمد أحمد مداح استجابة الدعوة وتواجدك معنا وإثراء هذه الفقرة يخلي ليك أنا والله كثير سعدت في لقاءكم والله والشرف والله العظيم أنه أنا أكون ضيف عندكم والله ونحن أسعدك الله يعطيك العافية شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى هذه نهاية هذه الفقرة لكم مستكملين معكم بإذن الله تعالى مع هذه الفقرات اللي دائما ما تثري برنامجنا خلونا مشاهدين الكرام الآن ننتقل وياكم إلى هذا الفاصل ورجعين لكم مرة ثانية يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام دائما نحن نوياكم من خلال هذا البرنامج برنامج نافذة وطبعا عشان نستغل الوقت وما يصل لنا مثل الأسبوع الماضي داهمتنا كثير من المحاور اليوم محن في موضوع في غاية الأهمية ولسي من الموضوع يتعلق بالموظفين وما يتعلق في بيئة العمل التسامح في بيئة العمل هذا الموضوع المهم والهام على كثير من نفوس بعض الذكور والإناث خلونا الآن نرحب مشاهدين الكرام بضيفتنا الدائمة اللي تكون معنا وتطل علينا في موضوع التسامح الأستاذة جهان سفر مدربة حياة ومساك الله بالخير ومساك الله بسعادة وتسامح يهلا سنفيت أستاذة جهان أول ما يأتي قلت هذا موضوع التسامح في بيئة العمل يبال حلقات تعرفون ليش أول شيء حلقات لأن بيئة العمل أنت ما عندك شخص أو شخصين صح عندك مجموعة أشخاص يعني من بيئات مختلفة من تربية مختلفة من مجتمعات مختلفة فعشان شذي ما بنصاعب الموضوع ما بنقول الموضوع في صعوبة بس على الأقل الموضوع يبغي للجهد فعشان شذي بس إذا بني بناخذ التسامح في بيئة العمل إذا كل إنسان حط في باله اللي هو موضوع عدم التسامح و عدم الصفح في بيئة العمل على طول بتولد لش طاقة سلبية الطاقة السلبية بتولد لش أفكار سلبية بتولد لش عقد سلبية بتتحول إلى كراكيع أمور 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 بتطلع في شكل عضوي بيطلع الإنسان مريض بتكون ينتع بالي نفسيا لكن إذا إينا عن موضوع الغفران والصفح والتسامح والدنيا ما تسوى هل نتكلم باللهجة العامية وهي الأمور كلها بتعطي مساحة طاقة إيجابية تلقائيا في القسم عندك أو في المكتب عندك في الإدارة ما يستوي عندك محبة عندك تعاون عندك نوعا ما فيه يعني فيه إيجابية في الموضوع أنت إنتاجدت أو أنت إنتاجدتك بتزيد في العمل بتكون عندك مساحة حق الأفكار بدلا ما يكون عندي أنا شيء أعاند فلان وليش فلان سوالي وليش قلت حق فلان أو ليش قلت حق فلان عندي مساحة أني أبدع أكثر في مجال شغل طيب سيدا جانا نحس أن العاتق الأكبر يكون على القائد هو اللي ممكن أن يزرع هذا التسامح وحتى هذه التنافر بين الأفراد أو الموظفين القائد أو المدير في المكان مثل الأب في البيت أنت اللي بديك المفتاح و بديك أنت الأسويتش أنت شيء أسويتش جلسة حميمية مع الموظفين والحين ما شاء الله بديت ويد ألاحظها في الإدارات سعادة المتعاملين و هذه الثقافات الأشياء الجميلة و خاصة تطلعوا في مكان ثاني خارج نطاق العمل يتكلمون بأرياحية و بحميمية يعطيهم النقاط واحد اثنين ثلاث قيمة التسامح نريدها تكون عالية و واضحة عندنا كقيمة إنسانية في العمل و بناء على هذا ممكن تصير عندكم مشاريع ابتكارية جلسات إبداعية كيف خلق التنافس الإيجابي و الجميل في العمل احنا كنا نشتغل في مصلحة شو دولتنا الجميلة و الحبيبة و نبتغي في هذا كل مرضات رب العالم و نرضيك كذلك و نرضي المشاهدين إذا بتسمحين لنا كذلك و بتسامحين على أن نأخذ جزء يسير من وقتك الكريم سادة جيهان خلينا نشوف مع المشاهدين الآن هذا التقرير و ردي لكم مرة ثانية يا مرحبا بكم شكلت مفردات المحبة و التسامح و السلام مع الآخرين مكوناتا رئيسة في نهج التعددية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها و قيم التسامح و التعايش راسخة في جذور إمارات الخير عادة ما تتعرض العلاقات المجتمعية سواء مع الأصدقاء أو مع فريق العمل للعديد من الإشكاليات و الحساسيات الشخصية و هو ما يحصل كثيرا ضمن محيط العمل في وقتنا الحالي الذي يعتمد على شبكة العلاقات الشخصية التي يبنيها الموظف الناجح إن القادة المثاليين عليهم أن يكتسبوا بعض الصفات لتحسين قدرتهم على التسامح و على القائد أن يتعاطف مع الآخرين و أن يضع نفسه في مكانهم لتقييم الأفعال و ردود الأفعال محمد وديع شكرا لكم على هذا التقرير إنتاجا و تحريرا كذلك هذا النص و قراءة يشكرون على هذا الفن الذي دائما ما يتعون فيه لكن دعونا نرجع الآن لضيفتنا الدائمة الأستاذة جيهان صفر ممكن نحلق الآن من خلال هذا التقرير إلى معرفة التسامح في بيئة العمل كيف يكون أحبيت لقطة في أكثر من لقطة أشاروا إليها فيها عملية التصافح السلام صح عملية السلام أو التصافح هي من كلمة الصفح الصفح ما معناتها لغويا الإبتعاد عن الإذاء الإبتعاد عن الإذاء الإذاء الجسدي المقصود فيه أو بأي شيء فيه إذاء جسدي فعملية التصافح بينك و بين زميل بينك و بين زميلك هاي تلقائيا معنات اللي بيني و بينك فيه سلام ما في مجال لأننا أذيك هاي دلالة جدا جميلة بلغة الجسد على السلام و التسامح بينهم ذكرنا العاتق الأكبر على القائد أو المدير كيف ممكن لهذا المدير أو القائد أن يعزز روح التسامح بين الموظفين يعني مثل ما نعرف أنه مش موظف أو اثنين ممكن مئات أو آلاف الموظفين كيف ممكن أنه يعزز روح التسامح بينهم أول شيء بدراسة المدير لأماط الأشخاص عندك موظفين أو موظفات عندك في المكتب هذا رقم واحد بيريحي تقريبا يزيد لعن كاهلة ستين أو سبعين بالمئة من صعوبة الموضوع لأنه بمجرد دراسة حق أماط الشخصيات و أنا عارف الشخصية الفلانية شكا أتعامل معها أو الشخصية العلانية تلقائيا أعارف شكا أسوي عملية التركيبة فيه كتب بايد انطرحت في هذا الموضوع اليوتيوب عندنا و مواقع التواصل الاجتماعي جدا غزيرة في هذه المعلومات ربع ساعة في اليوم أبدا ما بتخرب عليه وبالضيف للكثير أتمنى حتى حق الموظفين ابتدوا بحثوا أماط الشخصيات تلقائيا لأن التضارب هذا اللي يستويد عندنا من مني ولا منك أنت ولا منك أنت أنماط البيئة الخلفية نفسية و الخلفية التي كنا فيها يمكن أنا كنت في مكان سابق أو كخبرة أو برمجة قديمة أنا كنت معتعدت عليها و هيت عندك أنت أنا خايفة و شاله يا أيها البرمجة هاي ممكن كانت أثر علي فعشان فلونا نبحث في علم الأماط هذا جدا بيسهل علينا عملية التسامح والغفران و عملية الإبداع في مجال العمل يقال سادة جيهان على مسألة التعرف على العلمات الشخصية أنه في أحد المدرة استطاع أنه يعرف خلفية زملاء أو المرؤوسين أو الفريق اللي موجود معاه من خلال قلم اليد من خلال علم الجرافولوجي أو معرفة الخط اليد استطاع أن يعرف يعني بعض من شخصياتهم وبالتالي يعرف كيف يتعامل هذه المهارات مثل الجرافولوجي اللي ذكرت أو غيرها في بعض المهارات اللي يستطيع من خلال المدير فيه الجرافولوجي نوعا ما علم عميق يعني بعد يبغي الوقت لي من واحد عمق في بس في ساعات في وائد ما شاء الله القادة اللي عندنا والمدرأ عندهم عندهم بعد نظر و عندهم نوع ما من الفراسة من واقع الخبرة العملية اللي يشتغلون فيها فممكن على فكرة بعد أيضا من واقع الفطرة يتعرفون على الموظفين بها السهولة خلي الجانب بعد المطالعة والقراءة في الموضوع هذا جدا مهم بس أيضا بعد نعتمد على حدثنا و نظرتنا الشخصية هذا جدا مهم أي لسي الموظف شو اللي بضي جنك من زميلك شو اللي بضي جنك من زميل لك خلوا بابنا مفتوح مجرد الباب المفتوح هذا بي أولا بكون قائد محبوب مدير محبوب مديرة محبوبة بابي مفتوح للجميع نحن هنا في مجال تنافسي إيجابي و مجلد أنا بأثبت نفسي على حساب الآخرين هذا مزيد نعم و الكثير من الدورات اللي تنطرح بخصوص التسامع في بيئة العمل أستاذة جهان أهمية مثل هذه الدورات ألها جدوى مئة بالمئة لها جدوى ليش لا مجرد يمكن أنا حيني ياسف في مكان ما في دورة ما تفتح لك لمبة نسميها ما تعطيش إشارة حق شي معين ما تنبت حق شي معين مجرد أننا نتخذ و نطبق الأشياء اللي ناخذها مو مجرد نحن دائما نسمي الدورات في ناس يأخذوها مثل حبة البناجون ريحتني مدة ساعتين ونغمست مرة ثانية في الشي السلبي اللي كنت أنا بحث عام لا خلونا نطبق الأمعلومات اللي ناخذها اللي نقراها اللي نشاهد اللي نشوفها و تلقائيا مجرد أن نطبق قيمة التسامح اللي نسميه أعلى قيمة إنسانية عندنا في مجال العمل المحبة الألفة التعاون جو المكان بتحسون في غير أنت بتقبلين أو أنت بتقبل على العمل بروح بحبة الإنتاجية عندك بزيد الإبداع عندك بزيد حس التعاون فريق العمل بيكون بينكم غير أنا أعطيك أنت تعطيني و أنت تعطيني كلنا مع بعض بنكون طيب لو قلنا لك الآن من خلال التقرير وجد العمود الأول محطوط فيه شعار التسامح العمود الثاني كان فيه عبارة يعني مبادرات الإمارات تؤكد تسامح قيمة عربية إسلامية العمود الثالثة وعطيتك القلم هذا السادة جيهان تفضل تكتبين فيه وش تكتبين فيه شي تعلق بالتسامح في بيئة العمل في بيئة العمل أنا أعطي دائما أرجع أي شيء أي قيمة إنسانية عدنا عالية في الدولة لصاحب السمو المغفور له المقائد الملهم شيخ زايد الله يرحمه فإحنا دولة عمرها ستواربعين سنة و أثبتت عمرها في العالم كله بفضل هذا الرجل فخلنا نخلي صورة جدامنا استرجعوا كل القيم الإنسانية و كل القيم الجميلة و كل الأشياء الحلوة نحن عايشين في دولة عمرها صغيرة بس نافست كبار الدول تدخلين مقامة يقولوني أنا من الإمارات يقولوني واو شو نبغي أكثر من شذي يعني حطوا أفضل الصورة الثالثة خليها صورة الشيخ زايد صورة تكفي عن ألف عبارة صورة تكفي عن ألف عبارة هذا القائد بالنسبة لنا يعني كفاية ابني صغير عمره يمكن سنتين طبعا ما عاصر الشيخ زايد أضع الحمام بس يوم يقول لي مما بابا زايد صحيح يعني هاي كم تسوعدنا قائد عاصر جيلين وثلاثة وأربع إلى الآن ما زالوا يذكرونه هذا مؤسس الدولة وهذا قائدنا وهذا أبونا وهذا ملهمنا ونحن لقب عيال زايد هاي روح بعد كم تسوعدنا صراحة إذا قلنا نختم أهمية هذا التسامح في بيئة العمل كيف ممكننا هذه القيمة تخدم هذه البيئة والمنظمات أو المجتمع ككل أول شيء قلنا دام أن التسامح موجود معناتي أنت شليتي الطاقة السلبية فرطت الطاقة الإيجابية فرطت الطاقة الإيجابية معنات عندك خلايا متجددة خلايا سعيدة دام أن هذه الخلايا موجودة معنات الإنتاجية عندك بتزيد الأفكار عندك بتزيد العمل والطاقة عندك بيزيد الهم عندك بيزيد والضموح عندك بيزيد حلو هذه التسامح في بيئة العمل التسامح في مجالة الحياة كلها مبس في العمل سبحان الله مجرد تترفعين لأن القيمة هذه كلها ترتفع الكثير من قيمة إيجابية لأنك متسامحة التسامحة منات حب و منات حياة هذه التسامح لكن في البداية الواحد أنه من ذاتها ممكن غير حيث من ذاتها أفذي من نفسي واحد اثنين ثلاثة سأنتقل إلى مرحلة العمل و سأنتقل إلى العالم الخارجي كله سأمشي في مكان و تبتسنين بينك من نفسك أنت متصالحة مع ذاتك أنت متسامحة مع ذاتك هذه هي أنا لو الآن مخير بين عملين ألف و باء كيف أعرف بالفعل أن البيئة ألف أو بيئة بأمتسامحة وبالتالي أقدم عليها في طلب الوظيفة وبالتالي أدخل معهم في جانب العامة لا أدري ناس يستغلبون مني إذا دخلت في مكان الكل يبتسموني يمكن أن هذا المكان أوافق عليه بغض النظر كان على الراثب يمكن أن يكون قوي بغض النظر يمكن أن المزايا لا تكون هي بس طالما دخلت في مكان مقبل على ناس يبتسموني هذا معنات عندي بالدنيا جميل كلمة أخيرة توجهينها أستاذة جهان طبق ومبدأ التسامح أنا دائما أقول لها حق الناس في بيوتكم بين عيالكم علموها بين المساعدين عندنا في العمل المعلمين أعطيهم مسؤولية كبرى بين إيديكم كل معلمة بين إيدها 30 طالب في كل فصل أو 20 طالب في كل فصل هذي لهم الإمارات لكم بعشر سنوات إذا إحنا غلصنا فيهم هالشيء بتشوفين شيء وايد جميل أو بتشوف أنت كمعلم شيء وايد جميل جميل استمتعنا جدا بالحوار معاتي الأستاذ جهان الصفر مدربة حياة كل الشكر على تواجدت اليوميانا والتواجدت الدائم معانا في برنامج نافذة وهذه المعلومات القيمة شكرا لك مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم لقاءنا إن شاء الله يوم الأثنين بحلقة إيديدة ونوافذ مختلفة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي عايشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل ومع السلامة ما نقول لكم شيء غير مساكم الله بالخير ودائما إن شاء الله بإذلا تعالى عبر برنامج نافذة نقدم لكم الكثير من هذه الأدوات الفنية و الكثير من هذه المعاني السامية الشكر لكم وتابعيننا الكرام على استحسانكم على رسائلكم الإيجابية من خلال مشاهدتكم لهذا البرنامج نلقاكم على خير يوم إن شاء الله الأثنين القادم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة